أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار جاءت استجابة لتوسيط المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو من العام الجاري وخلال الجلسة العامة للمجلس أكد رئيس المجلس أن هذه الخطوة تسهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر كما أن بعض نصوص مشروع القانون جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجاري والتي تعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر ويعد هذا المشروع بقانون امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئةً ومناخاً استثمارياً داعماً ومحفزاً للاستثمار في مصر وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية ترجمة نانسي قنقر